قام الفريق الركن مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية بقيادة خفر السواحل في قاعدة بندر الدار بتتشين سفينة الإنزال سافرة واحد وهي سفينة نقل تتمتع بإمكانيات نوعية في أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة الحريق ودخلت الخدمة ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير خفر السواحل وكان في استقبال معالي الوزير لدى وصوله سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ومعالي الشيخ دعي بن سلمان الخليفة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وأصلاح السفن الأسري ومعالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية والعميد على سيادي قائد خفر السواحل وقد ألقى قائد خفر السواحل كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للتفضل معالي وزير الداخلية بتتشين سفينة الإنزال السافرة مشيدا بدعم معالي لقيادة خفر السواحل من حيث تجهيزها بالقوارب والمعدات الحديثة وأعداد وتدريب الكوادر البشرية القادرة على إنجاز المهام المطلوبة بكل كفاءة واقتدار منوها إلى أن خفر السواحل أصبحت وبحمد الله قوة مميزة ومحترفة وقادرة على بسط النظام وتنفيذ القانون في المياه الإقليمية لمملكة البحرين وخلال حفل التتشين طلع معالي الوزير على فيلم تسجيلي قصير تضمن مراحل المشروع الذي نفذته شركة أسري بالتعاون مع خفر السواحل في ظل ما تتمتع به الشركة من إمكانات وخبرات وطنية متميزة في إصلاح وصيانة السفن واستغرق العمل فيها 15 شهرا كما تضمن العرض ما أتمثله السفينة من إمكانات أمنية عالية بما يعزز جهود قيادة خفر السواحل في السيطرة والمراقبة بعد ذلك تم التوجه إلى رصيف الزوارق لبدء مراسم التتشين حيث قام معالي الوزير برفع العلم على السفينة وبهذه المناسبة أعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره للعاملين في قيادة خفر السواحل من ضباط وضباط صف وأفراد وما يتمتعون به من جاهزية واستعداد على مدار الساعة مشيدا بجهودهم وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى في إحباط محاولة تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية بتاريخ التاسع من فبراير 2017 ونويها معالي إلى أهمية التعامل المهني والاحترافي وسرعة التحرك والتنسيق بما يضمن ضبط الأمن واستلامة العامة وتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء البلاد وفي سياق متصل أكد معالي الوزير على المضي قدما في تنفيذ استراتيجية التطوير والتحديث بكافة القطاعات والأجهزة الأمنية بما يزيد من قدرتها على أداء الواجبات المنوطة بها منوها في هذا الشأن إلى منظومة خفر السواحل واستكمال مشروع السياج الأمني والرادارات البحرية المتقدمة والكاميرات والنقاط المتقدمة لخفر السواحل ودورها في حماية السواحل والمياه الإقليمية وتوفير بيئة بحرية آمنة وتأمين المنشآت الحيوية وفي هذا الإطار يتم العمل على تزويد خفر السواحل بأحدث المنظومات التكنولوجية والتدريبية فضلا عن تطوير منشآته بما يتفق مع احتياجاتها الحالية والمستقبلية بعد ذلك تم تكريم أعضاء فريق إدارة المشروع وطقم سفينة سافر واحد بالإضافة إلى المتميزين المتافانين في أداء الواجب وكذلك القوى المشاركة في العملية الأمنية الأخيرة تلع ذلك عرض للتشكيلات البحرية ومرور الزوارق لأداء التحية ترجمة نانسي قنقر